هذه المحاضرة هي الجزء الثاني من موضوع الانتراب تايبس حيث تكلمنا عن الانتراب تايب وان في المحاضرة الأولى ونذكر بها بأن الكلاسيفيكيشن تقسيمها كان ماسكبل انتراب والماسكبل هذا معنى اس كان بي ديلايد او رجكتد ممكن ناخره او نرفضه اما النون ماسكبل انتراب فهذا كانوت بي ديلايد او رجكتد يعني لا يمكن رفضه او تأخيره والنعوة الاخر قلنا يسمو نون فيكتر والثاني نون فيكتر الفكتر شو اللي معنى الفكتر معنى انه الادرائس اوف انتراب 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 از نون تو دي مايكرو بروسيسور يعني انتراب سيروفيس روتين معروف الى معروف الى متصل بي اما النون فكتر معنى انه هذا الديفايس يحتاج لان ننطي نعرف له الادرس هذه مقدمة للمحاضرة السابقة حتى نكمل انواع الانتراب فلذلك عدنا الانترابت بروسيسور للمحاضرة the address of the subroutine to the macro يعني لازم ننطيل الادرس لأن الادرس ماله غير معرف فهي الخطوات اللي حنتكلم عنها بالنسبة للنون vector the interrupted process should be enabled هذا لازم وشنوه enabled by using EI instruction هذا EI enabled instruction الثاني نقطة الثانية أو البروستس الآخر the 8085 checks for uninterrupt during the execution of every instruction يبدأ عملية تشيك الانترابط في عملية الانترابط if the interrupt is high هذا العالي المايكروبروستسر completes current يكمل إذا صار انترابط لهذا العالي للخطوة العالية فمعناه أنه فالمايكروبروستسر يكمل الانترابط الحالي اللي بيده disable the interrupt وقف الانترابط and send int a اللي هو يسمو interrupt acknowledge signal يرجع signal to the device that interrupted يعني الجهاز اللي بيع عملية الانترابط يرجع له بال ITN يسمو انترابط acknowledge يعلم أنه صار انترابط بشارة يرجعها أنه صار ليش لأنه الانترابط هو هاي انترابط and send رسالة أو signal يسموها interrupt acknowledge to the device يقول لها device انترابط انترابط وتوقفت الانترابط الانترابط أو الانترابط acknowledge allows the IO device to send the RST instruction حال ال RST اللي هو الانترابط هاي دز خلال الديتا بس النقطة الخامسة upon receiving the NTI إذا من يستلم ال acknowledge الميكرو بروسسسور شل حي سوي save the memorial location of the next instruction on the stack of the program يعني يحتفظ الميكرو بروسسسور يحتفظ save the memorial location مواقع الذاكرة to the next instruction اللي وراء on the stack يخلي ب stack مكان الخزن and the program is transferred to call location ISI ISR call اللي IS اللي هو interrupt service routine specified by the RST instruction فهذا معنى شنو هذا أنه من يستلم الإشارة أنه interrupted upon receiving ITN ITN receiving هذا instruction هذا شلح يصير عندنا لحيصير عندنا الميكرو بروسسسور يحتفظ بكل مواقع الذاكرة اللي بعد في stack البرنامج وعش يتحول إلى location يسمو الانترب service routine حتى نفذ الميكرو بروسسور ينفذ الانترب service routine يبدأ بتنفيذ الاسR include هذا يضمن enable the instruction to enable the further interrupt within the program هذا سيسمح بإجراء عملية الانترب يعني وصل الاسR اللي هو الانترب service routine يضمن أنه enabling instruction حتى يسمح بالانترب رات instruction at the end of the هذا بالأخير يسموه retire رات instruction يعني retire في نهاية الانترب service routine allows the mp to retrieve the return address يرجع مين ما بده يروح على الاستاك 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 لا يستشنوه انه ترجع الادرس بالعكس بالمقلوب يعني اخر واحد دخل يطلع اول واحد فيبدي يرجع الى الاستاك حتى يرجع البرنامج ويكمل يسموه retire هذا هذا نحن بالنسبة العملية النوم vector interrupt process بهال خطوات الثمانية التي شفنا ها نرجع مرة اخرى على interrupt types التي قلنا عليها فال 8085 recognizes eight restart instructions عدنا ثمن انواع restart instructions هذه RST0 RST1 RST إلى RST7 يسموها restart instruction وهذه الéquivalent calls شون يسوي عملية الcall بها 8085 interrupt types the restart sequence is made by three machine cycles ثلاث machine cycles in the first machine cycle the microprocessor sends the int a signal اللي هو interrupt acknowledge signal هذي واحد هذي الساكل الاولى microprocessor sends acknowledge interrupt acknowledge signal while the interrupt acknowledge is active the microprocessor reads the data lines expecting to receive from the inter يعني يبدي بعملية هذه عملية من acknowledge يبدي عملية قراءة بال inter rub the op code on the specific rs instruction يبدي بعملية the op code اللي طلع second and third machine cycles the 16 bit address of the next instruction is saved on the stack 16 bit instruction next instruction will we have to understand the microprocessor jumps to the address associated with the specified RST what is the next instruction that we have to start from where we have to stop the microprocessor jumps to the address associated with the specified RST أول سايكل يجعل الانترابط أكنولج الثانية والثالثة أنه أول وحدة تحافظ على الانترابط تخليه بالستاك وبعدين مايكرو بروسسس يروح ينفذ جمتو ذي أدرس يبدو ينفذ عملية الانترابط لا نجعل الهارد ور جنريشن كيف يقدر الانترابط أكثر على الانترابط أكثر؟ الانترابط أكثر مغموعة من البيت الانترابط أكثر بدمزه فإذاً عملية الأوب كود سيجمعها بعدين الديفايس يحتاج انه يسوي سيتس لهاي البيتس اللي يبينني نوع الاخنولوج اللي عدا تظهرني إيشوان إمبليمنتينج انتر 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 يعني شوان الآن نطينا الانتر شوان حيصير شوان كيف ينفذ الانتر الانتر هو اعلى يعني يسمى هاي امع اتر اسبقية كلش حلية فهنا السؤال هو هاو لونغ مست انتر ريمين اهاي إيش قد يبقى عالي ما هذا يعطي يقول دي ميكروبروسسور تشيك ذي انتر لين ونكروبك سيكول بفور اللي لست تستيط أوف إيش ايش يعني يبدى يتشيك داعما ونكروبك سيكول من سيت، ثم ينسل دون، ثم ينسل سيت مرة أخرى، هذي يسمى التيل، أول واحد فهذه هنا عملية التشيكينج التي ستكون مستمرة one clock cycle before the last قبلها The inter must remain active long enough to allow the longest instructions يبقى يبقى active حتى الآخر شي The longest instruction for the 8085 is the conditional call instruction Which requires 18 T states 18 T states meaning 18w on You have to call on another officer and state Another one stat that is led into the other state Therefore, the Inter must remain active for 17.5 T states So what is the instruction What it needs for are 11T states يبقى فعال 17.5 هذه ال .5 النص اللي هي يصير فيه down يعني هي يصير non-active issue of printing instruction how long can inter remain high the inter line must be must be defecated before the عامل الإنت Vietnamese من إنتائما ترفع المدفع إذا apoyت زching التبع فسنت مع أipsي التدريس إنتائما queer يضع نزئ أكثر مع إنتائ Brad هذا الفوضير معنى انه اول مدفع إنتر سيصير اكتب , اي اي , اكسكيوتيد , اي اي شنو معنى انابل . اسمح لي بالتنفيذ انابل اكسكيوتيد بعد ما يسمح له.. يجي يصير الانتر اي ... الي هو انتر ربتد اقنولوج منه . من صار انتر ربتد اقنولوج دارفور انتر شو تبي تانرف لح يوقف عندما يستلمن من سميها بالاضح بديو ااااااااااااااااااااااااااااااااا ايه شنو يمكن أن يكمل الإنطراب عام الأربائي قبل أن يكمل الإنتراب الأول تقول كما يكون السوال أولاً تأتي كل المسكبول المسكبول هم سوى المسكبول يعني من يكمل المسكبول 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 اللي هي الانترابت اللي ممكن تتأجل أو ممكن ان تنرفه هذا شنو ممكن تصير المسكبول يعني يوقفها يمكن ان نفعلها بعد استعمال الانترابة 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 يعني بمعنى انه عملية تستمر بعد نكمل ويبدأ بقطع آخر هاي احنا نتصرب بها عن طريق الانترابة او نسمي نسمي ديسابل ديسابل دي اي ديسابل وقفها احنا نتحكم بها احنا نتتكلم به التسكير ال Bethesda التعامل ببنى ميكروjego ميكرو向 p md يمكن أن يساعد الشركات على مكروبراسسر في وقت واحد إذا أعدنا الآن أكثر من من ديفايس الذي أريد أن نوقفه باستخدام الانتر ما يحدثه؟ هذا يجد عنه يقول بأن المكروبراسسر يمكن أن يساعد الشركات على مكروبراسسر في وقت واحد يعني يجاوب على واحد على قطع واحد لذلك يجب أن نستطيع المكروبراسسر من فقط أحد الأسخاص لتصل إلى الميكروب روسيا نسمح لهم لسجنال واحداً نجد أن نضع بعض الأسخاص لأسخاص أخرى ونضع أسخاص 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 للميكروب روسيا بسبب الأسخاص هنا نضع أسبقيات استخدام الأسبقيات من يرجى تخطأ نقول أخطأ أو نفذ نضع أسبقية نقول أسبقية علية يتنفذ الانترب الآخرى نضع أسبقية أقل وأقل وهكذا فالصير عملية يسمي الأسبقيات ويسموها فهذا عندنا يسمي هذا The Priority Encoder The solution to the use of circuit called The Priority Encoder هذا تستخدم يسميه Priority Encoder حتى أقدر بيها أحقق مسألة The Priority Encoder This circuit has eight inputs and the three outputs خمس مدخلات وثلاث مخرجات The inputs are assigned and increasing priorities according to the increasing index of the input يعني هاي بيها بيها الانبوت اللي بيها الأسبقيات فأمبوت 7 هايز the highest priority أنزروا هايز the lowest يعني إذا سبعة خلا بيها هايز الثمانية إنه ثمانية إذا سبعة عالية وبتنزل ستة خمسة أربعة إلى الصفر هو اللوست The three outputs اللي قلنا عليه carry the index of هايز the priority active input حيطيك الإجابة للآتوس اللي أعلى شيء موجود هايز إذا بالنسبة لل آآ للPriorities Priorities Encoder هايز 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 النبي ويستخدم مجموعة من البتس هاي البتس اللي هي بيها ثمان مدخلات وبيها مجموعة من المخرجات فهذي وضحنا الانتراب تايب كل واحد ونطينا شوف الأسبقيات اللي انتراب تايب ولل الارست 7 و وآخر هذه الانتراب تايفس لترغر مالتها معنى لبرايوريتيز هذا نقول عليها لبرايوريتيز شوفها تزماسكابل ماسكابل أو نسمع فيكتر أدرس يعني فيكتر وماسكابل هذه الموامات وأيضا أعيدها مرة أخرى أنه موضوع الماسكابل معنى تكن بي ديلايد أو رجيكتر والفكتر معنى أنه الانتراب سيرفيس روتين معروف من قبل الAMP ومعرف مسبقا هذه آخر شيء بالنسبة للمحاضرة عن موضوع الانترابت وبذلك تنهي هذا موضوع الانترابت تايبس الـ 8085 انترابت تايبس